أكد عضو مجلس القيادة الرئاسية الشيخ عثمان مجلي في كلمة له في ختام الزيارة الرئاسية إلى محافظة تعز أنه لا قلق على الجمهورية طالما محافظة تعز قلبنا النابض بخير وتضخ الدماء الصافية والنقية والزكية في جميع أنحاء اليمن مشيرا إلى دورها المحور ومشاركاتها في المجالات على مستوى كل قرية ومنطقة الحمد لله رب العالمين نحن اليوم في اختتام زيارتنا إلى محافظة تعز أعتقد أنني أرتبت ذاكرة إلى الثمائنات عندما كنا طلاب في المدارس من الحماس التي لاحظت في أبناء محافظة تعز وطلابها وطلاب مدارسها عدنا إلى رائحة الجمهورية أولا يعني الأخ الرئيس باسم جديد الدكتور رشاد العليمي شمل في كلمته كل يعني القضايا السياسية وشرح فيها كثير من الموقف أكتفينا بما طرح فهمت الأخ الرئيس ولكن هناك انطباعة يجب أن نتكلم عنها عن محافظة تعز التي أكرمتنا باستقبالها الجماهيري بأبنائها شبابا وشيوخا ورجالا بجميع مكوناتهم ونساء وكان يعني ما كانت به هذا المحافظة من استقبال كبير دليل على أنهم تواقيل ويوجد الدولة بشكل واضح وقوي محافظة تعز شبهها اليوم ودائما أنها القلب بالنسبة للقسد اليمني طالما هو القلب بخير فإن شاء الله أن اليمني بخير هناك يعني مرضة في الرأس وهي صنعة بسبب الميليشيات ولكن طالما هو القلب بخير يضخ الدماء الصافية والنقية والجمهورية هذه تعز هي قلب الجمهورية والقلب النابض الذي يتحول إلى بركان جمهوري يضخ الدماء الزكية في كل مناطق اليمن تعز التي لها مشاركات في كل المجالات في كل قرية وفي كل منطقة نقول لهم شكرا أحييتوا فينا يعني الروح الجمهورية الحقيقية وأقول أقدم رسائل باقتصار لأبناء تعز الجمهوريين أننا منكم وإليكم ونستمد منكم هذه الروح العالية التي لاحظتها فيهم شوخاً وشباباً ورجالاً ونساءً يتفون باليمن وبالجمهورية الحقيقية وأقول لهم نحن معكم ومنكم وإليكم ومع أن نمضي إلى تحرير الوطن بشكل كامل أقول علمتنا وتعلمنا من هذا المحافظة الصبر التي كانت مزال محاصرة من كبير هذه المليشيات ولكنني لاحظت فيها الروح الحية الروح الحياة الروح الصبر الروح التضحية الكفاح فنحن معهم دائماً وفعلاً أنهم صابرين وأيضاً مهملين بعض أن هذه المحافظة مهملة بشكل كبير وهي محافظة حيوية وحساسة يجب أن تهتم بها الحكومة ومجلس القيادة بشكل أساسي في كل متطلباتهم لأنها يجب الحفاظ عليها كمركز أساسي للجمهورية أقول رسالة أخرى لبعض المتحوثين من أبناء تعز أعتقد لا تجروا بلاء على محافظتكم نعم نستمد من هذا المحافظة الجمهورية والطاقة للقضاء على المليشيات الإيرانية التي أتت بالويلات على محافظات اليمن التي ما زالت تحسيطرتهم وأنتم تشاهدون ذلك فلا تجروا بلاء على محافظتكم ومن المعيب وهناك ناس أعرفهم شخصيا لا أعتقد أن الإنسان أرتبى في هذه المحافظة أنه سيكون يوم من الأيام ضيئ من أذيال الفرس وإيران ولكن لا أعلم ما هي أسبابهم وما هي عذارهم ولكن عليهم أن يعودوا إلى صوابهم وأن لا يفتحوا بابا لهذه المليشيات التي أهانت وأهلكت الحالة والنسل في اليمن وهانت المجتمع اليمني وداعي الذكر كثير من قضاياهم السيئة وآخر قضايا في ردع من انتهاك الأعراض نسمع عنها أشياء كثيرة أخذوا اقتصاد الناس أجاعوا الناس اجهلوا الناس أخذوا مرتبات الناس والآن نشحتون من دول الجوار من رواتب المنطفين وهم آخذين كل ميزانة الدولة وضعفوا الجبايات على الناس ويأخذوها المصارح المشتخصية الناس كانوا حفاهة النعرات اللي لا يعرفوا شيئا واليوم تلك المليارات وأصبحوا برجوازين على حساب هذا الشعب الجائل الذي جوعه فلا تكونوا وأنتم فاهمين يا أبناء تعزة الذي خارج الشرعية أو ما زروا تحت سيئة سيئة الإنقلاب ادراكم لكم ولكن لا تفتحوا على محافظتكم هذه الجميلة ما يظهر نقصكم فيها أو تريدوا أن تلونوها باللونة الأخضر الزعف الذي لونها الحوثي اللهم استعان بلدكم خضراء من دول من عند الله وهي الجميلة في الجماعة الجمهورية وأنصحكم وأنتم وأنا متأكد لا تقبلوا بهذا الفكر الدخيل على جمهوريتنا وعلى يمنا الحبيب وأرد رسالة أخرى إلى أهلنا في الداخل الذي ما زال يقبع تحت موليشيات الحوثية أقول لهم أصحوا نحن على أبواب 26 سبتمبر ادفنوا 21 سبتمبر الكارثة الغمة الظلم الجهل هدك الأعراض نهب الحقوق مساطرة الحريات وكونوا مع 26 سبتمبر أحيو هذا وأنتم أهلا لأن تكونوا رجالا واضحين لا نطلب منكم إلا أن تبقوا ثابتين على هذا أدفن السبتمبرية وأنتم تحاو أفكار هذا الباغي وأنا متأكد أنهم سيدوبون بوابان الثلج أو الملح بلغماء إذا تخاتفتم جميعا ونحن إلى جانبكم ارفضوا أفكارهم الضارة ارفضوا ألوانهم الملتلونة ارفضوا تدنيس أعراض الناس ونساطرة الحقوق والحريات وما معيب أن يصبروا إلى هذه المرحلة ارفضوا العبث بمناهق التعليم وعنهم الجهل والضلالة يكفي ما قد حصل إلى حد الآن في شبابنا وفي مستقبلنا يكفي ما حصل من هاتك عراض وصف اقدماء الوقوف إلى هذه مع هذه الشلة الباغية خروج على الدين وخروج على مبادئ والقيام والشيام التي نتحلى بها كييمنيين فهذا الرسالة أوجهها من هذه المحافظة الأبية الجمهورية إلى كل المجتمع اليمني أن يقلقوا صفاً واحداً ضد هؤلاء الميليشيات التي أخذت الحقوق وساطرت الحريات وقتلت واستحلت كل شباب اليمن فإننا نتعهم جميعاً الوقوف صفاً واحداً لمواجهة هذا الانقلاب الخاسر وإن شاء الله أن النصر حليفنا فأشكر بناء محافظة تعز على قرم الضيافة وحسن الاستقبال وأنا لدي اقتراحات كثيرة لهذا المحافظة لأنها محافظة استثنائية إلى أجوار محافظة حضرموت الذي هي كذلك محافظة استثنائية يجب أن يهتم بها مجلس القيادة والحكومة وراء أن يكون عاصمتين صيفيتين للحكومة والمجلس القيادة العقد مجلس القيادة يعني فيها وفي حضرموت أو الحكومة لابطلاع على متطلبات هذه المحافظات عن كذب وعن قرب وحل مشاكلها أو على أقل لما يكون أن تعقد الحكومة اجتماعات في هذه المحافظتين للوقوف على مشاكلها ومشاكل وطن بشكل كامل ولكن يجب أن يلتفث لهذه المحافظتين بالذات محافظة تعز محافظة حضرموت بشكل واضح وقوي فهم محافظتين مهمتين ورئيسيتين واستثنائيتين في هذه الظروف الاستثنائية التي نمر بها فأنا أدعم هذه الفترة ومتبني لها وهنا حزمة من المشاريع التي وضعت حقير الأساس لها في هذه المرحلة نبارك لهم هذه المشاريع وهي قليلة جداً في حقهم ولكن إن شاء الله ركاتهم سيكون أفضل نحن نعيش مرحلة اقتصادية صعبة نظراً لما تكون بهم المليشيات من حصار اقتصادي كبير على أبناء شعبنا العظيم ولكن ركاتهم سيكون بإذن الله ضربة أكادفة للجهود وبالصبر وأيضاً يعني هناك مقترح وأعتقد أنه سيقبل بموافقة الأخر رئيس وأعضاء المجلس إنشاء كلية الشرطة في محافظة تعز حتى يسمى استقبال ما حولها من المناطق للطلاب حيث كلية الشرطة في حضرموت ليس فيها الاتساع الكامل وتكون فرع أيضاً الفرع كلية حضرموت إلى أن يتم تطهير محافظة المتطهير العاصمة الصمع إن شاء الله تعالى ويعود الكل إلى الرأس ولكن في ظل هذا الظروف يجب أن تحظى هذه المحافظة مثل هذه المعاهد والكليات الهامة وهناك من الكوادر التي هي قادرة على إدارتها وإدارة مشهد بشكل كامل في الجمهور بشكل كامل شكراً لأبناء محافظة تعز العبية وشكراً لكل من وقف الأولى وشكراً لأبناء الشعب الذي يواجه الطغيان الحرثي الإيراني الذي نفذ أجندة قدرة في اليمن كانت على حساب اقتصادنا وعلى دمائنا وعلى مستقبل اليمن ولكن سنواجه مع الشرفاء إلى أن يتم القضاء على هذا الإنقلاب أشكر لأبناء القوات المسلحة بشكل كامل وفي كل مكان وفي كل الجبهات ورجال العمن وأشكر منهم في جبهات تعز التي صنعوا جبهات وصنعوا أمن والصفر فلهم منا كل التحية والتقدير ونترحم على الشهداء ونسأل الله صفاء الجرحى ومن نصر إلى نصر إن شاء الله وشكراً اشتركوا في القناة